شخصيات عامة برلمانيين رجال دين استقبلنا من جميع طواقف شعب رؤى ومقترحات مكتوبة في جميع المجالات ده فيما يتعلق بالإحصاءات والجلسة الافتتاحية بدأنا الجلسة الأولى بمناقشة وإقرار لائحة إجرائية تحكم عمل مجلس الأمناء واللجان ومدونة سلوك تكون ضابطة وحاكمة للحوار معنى إن احنا نقول إن فيه ليحة ومعنى إن احنا نقول إن فيه مدونة سلوك رقم واحد إن فيه جدية رقم اثنين إن فيه نظام مؤسسي رقم ثلاثة إن فيه رغبة في ضبط الحوار وإن هو لن يكون مؤتمرا شعبيا إنما هو عبارة عن رؤية بتطرح بيتقال فيها الرأي العلمي بيتقال فيها الرأي الخبرة بيتقال فيها المعوقات العملية بحيث إن احنا نقدر نطلع أفضل ما فينا هذه كانت الجلسة الأولى في الجلسة طبعا والجلسة الأولى استقرت على إن هيبقى فيه ثلاث محاور أساسية هذا تقسيم علمي محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي فبالنسبة بقى الجلسة الثانية بدأنا مناقشة في عناصر المحور السياسي بحسب ما ورد للأمانة الفنية من مقترحات وبحسب رؤية ايه أعضاء مجلس الأمنة وانتهينا في الجلسة الأولى من تحديد محاور أو اللجان الفرعية للمحور السياسي ثلاث لجان وهي حقوق الإنسان والحريات العامة المحليات التمثيل النيابي والأحزاب السياسية ومباشر حقوق السياسي ده فيما يتعلق بالجلسة المحور السياسي فيما يتعلق بالمحور المجتمعي وده كان الجلسة الثالثة انتهينا فيها ليه خمس محاور التعليم والصحة قضايا السكانية قضايا الأسرة قضايا الثقافة والهوية الوطنية في الجلسة الأخيرة واللي هي كانت أمس خلصنا المحور الاقتصادي وانتهى إلى سبع لجان فرعية سبع لجان فرعية التضخم وغلاء الأسعار الدين العام وعجز الموزنة والإصلاح المالي أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة الاستثمار الخاص بأنواعه المحلي والأجنبي الصناعة الزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية إحنا كده تفرعنا في موضوعات كتيرة لا لحد دلوقتي ما نقدرش نقول إن إحنا تفرعنا برضو لازم نبقى عارفين إن إحنا بندور في إطار تحديد أولويات العمل الوطني فعلشان تحدد أولويات العمل الوطني لازم تناقش على الأقل القضايا الكلية التي تشغل الوطن والمواطن بالضبط بالضبط شكرا